وخلفت التفجيرات الاجرامية قصصا مؤلمة حيث تداول الرواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مشاهدة قاسية من التفجيرين الارهابيين الذين استهدفوا سوقا شعبية في ساحة الطيران وظهرت صور ومقطع فيديو لأبن يصرخ على سيارة تحمل نعشين للشقيقين عمر وعلي الذين فارقا الحياة خلال وجودهما في مكان التفجير وهو ما شكل صدمة لغائلتهما ولأبناء منطقة حي القاهرة التي تقطنها غائلة الشهدين اشتركوا في القناة